بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن شخص مميز ومكتهد واقتصادي وجنرال وبارون ارتبط اسمه بالقصر الذي بناه وعاش فيه حلقة اليوم ستكون عن شخص وقصره لأنه مرتبط ارتباطا وسيقا ببعضهم البعض لا يمكن ذكر اسم هذا الشخص الا بذكر قصره اصبح قصره احد القصور الاتية من الحكايات والاساطير ونسجت حوله الكثير من القصص عن الاشباح والارواح والجن الذين يسكنون فيه فصار معروفا بقصر الرع قصر البارون امبان يكتسب قصر البارون شهرة واسعة اولا من قصة البارون الشخصية ثانيا من قصة بناءه لقصره ولاحقا من قصص الاشباح التي يقال انها تسكن قصر البارون والتي يرويها جيران القصر يعتبر قصر البارون من اهم القصور الاثرية في مصر لكنه اهمل لسنوات طويلة بعد وفاة مالكه وبنيه البارون ادوارد امبان وتحول هذا القصر المهجور والمنتصف في منطقة صحراوية لأحد القصور الاتية من الحكايات والاساطير ظل القصر مهجورا ومسرحا لاغرب القصص والحكايات ومخيفا للكثيرين الى ان قررت الحكومة المصرية ترميمه وتحويله الى معلم اثري ولكن ما هي قصة هذا القصر ولماذا قرر البارون البلجيكي ادوارد امبان بنائه في القاهرة وفي تلك المنطقة الصحراوية المعزولة انذاك لابد اصلا من معرفة المعلومات عن البارون شخصيا من هو البارون ادوارد امبان هو ادوارد لويس جوزيف البارون امبان كان مهندسا بلجيكيا ورجل اعمال وممول صناعي بالاضافة الا انه احد هو المولعين بالاثار المصرية وولد امبان في بلوييل ببلجيكا في 20 سبتمبر في عام 1852 كان والده فرانسوا جوليان امبان مدرسا ووالدته هي كاثرين امبان بدأ امبان حياته المهنية رساما في شركة تعدين في عام 1878 وانخرط في بناء السكك الحديدية عندما لاحظ ان البنية التحتيئة للنقل في الريف كانت غير كافية بعد النجاح في بلجيكا بعد بناء بعض الخطوط طورت شركته العديد من خطوط السكك الحديدية في فرنسا وانشأ مترو باريس وفي عام 1881 بعد ان تنبه الى انه يعتمد كثيرا على البنوك في خطط الصناعية اسس بنكه الخاص الذي اصبح فيما بعد البنك الصناعي البلجيكي خلال تسعينيات القرن 19 توسعت مجموعة شركات امبان بشكل كبير قامت ببناء خطوط طرام كهربائية في مدن باوروبا وروسيا والصين والكنغ البلجيكية والقاهرة رغبة منه في الاستقلال ايضا عن منتج الكهرباء شارك امبان في تشكيل عدد من شركات الكهرباء لتشغيل مشاريع خلال الحرب العالمية الاولى حصل على رتبة جنرال ومدير انتاج الاسلحة في باريس ولوهافر للجيش البلجيكي حاصل امبان الذي انشأ ايضا مترو باريس على لقب البارون من البلك البلجيكي ليوبولد الثاني تكريما لانجازاته وقد توفي في مدينة بلجيكية ودفن في كنيسة نوتردام ديو هوليوبوليس في مصر بناء على واصيته قصة بناء قصر البارون لم تبدأ علاقة البارون امبان مع مصر ببناء قصره بل كان بناء قصر البارون انعكاسا للإعجاب والتعلق الشديدين بمصر بمثابة اعلان البارون عن انتماؤه الى تلك الحضارة هو اصلا كان مولعا بالحضارة الشرقية عامة وصل البارون ادوارد امبان الى مصر اتيا من الهند وفي يناير من عام 1904 بهدف انقاذ احد مشاريع شركته وهو انشاء خط سكة حديد يربط المنصورة على نهر النيل بالمطرية على الجانب البعيد من بحيرة المنزلة من بورسعيد وكان حصل امبان في العام 1894 على امتياز انشاء اول شبكة طرام عامة في القاهرة هذا الانتياز سيكون لاحقا فاتحة مشروعه العقار الضخم على بعد 10 كم شمال شرق القاهرة مدينة هليوبلس لها مصر الجديدة في عام 1905 اشترى امبان وشريكه التجاري بوغوس نوبار نجل اول رئيس وزراء مصري نوبار باشا 2500 كتار من الصحراء لبناء هليوبلس والتي تصورها امبان كمدينة حدائق خصبة وسط ارض قاحلة ويروي استاذ علم الاثار والفنون اسلامية بجماعة القاهرة جمال عبد الرحيم في احدى مقابلاته قصة انشاء هليوبلس ويقول انها بدأت بالفعل في ستينيات القرن 19 في حكم الخديوي اسماعيل باشا الذي حكم مصر بعين عامي 1863 و 1879 تقليدا لمدينة باريس الحديثة في عام 1900 نجح الخديوي في تحويل القاهرة التاريخية الى منطقة جديدة على الطراز الغربي من خلال بناء دار اوبرة وفنادق وبنوك ومتاجر متعددة الاقسام مع التحديث القاهرة وازدهارها تجاوزت اسعار الاراضي فيها تلك الموجودة في بروكرسل وباريس وهكذا اضطر انبال لشراء اراضي باسعار منخفضة في الصحراء لمدينة هليوبيلس التي كان يقرر ان يبنيها ابتداء من عام 1906 شرعت شركة واحات هليوبيلس التي انشأ البارون في بناء مدينة مصر الجديدة في الصحراء على بعد 10 كيلو مترات من وسط القاهرة تم تصميمها لتكون مدينة للرفاهية والطرفية صمم المهندس المعماري البلجيكي ارنست جاسبار مدينة هليوبيلس في توليفها من العمارة الاسلامية والاوروبية والفارسية والمغربية لقد صمم الحي حول طرق واسعة وجهزه بجميع وسائل الراحة والبنية التحتية مثل المياه الصرف الصح والكارباء وحتى بعض المرافق الترفيهية مثل ملعب الجلف ومضمار السباق ومدينة الملاي اعجب البارون انبان بمصر كثيرا وافتوتن بحضارتها فقرر قضاء حياته فيها ليس هذا فحسب فقد اوصى ان يدفن في القاهرة حتى لو توفي خارج مصر تم الشروع ببناء قصر البارون في عام 1907 وتم افتتاحه في عام 1911 بحضور السلطان حسين كامل تصميم قصر البارون مستوحى من تصميم عابد اوديشا الهندوسية ومعبد انجيكوروات في كمبوديا الذي تصنفه منظمة الاونسكو العالمية واحدا من اهم المواقع الاثرية في جنوب شرقاسي التصميم للمهندس المعمال الفرنسي الكزندر مارسيل وكان يعرضه في مأرض باريس العالمي في عام 1900 حيث رأاه البارون امبان واشتراه من مارسيل وعاد به الى القاهرة ليسلم التصميم الى عدد من المهندسين الايطاليين والبلجيكيين في عام 1907 شرعوا في بناء القصر على الربع العالية التي حددها لهم البارون في صحراء القاهرة اما زخرفة القصر وديكوراتو فكانت للرسام جورج لويس كولود انتهى البناء بعد خمس سنوات وخرجت تحفة البارون المعمارية من وسط الصحراء اقام البارون امبان في القصر منذ افتتاحه في عام 1911 الى ان توفي فانتقلت ملكية القصر الى ابنه جان حتى وفاته في عام 1946 والذي دفن بجوار والده البارون في كنيسة البازليك في هيل يوبلس ثم انتقلت ملكية القصر الى احفال البارون امبان بعد وفاة والدهم جان ومنذ انتقال الملكية تعرض القصر الاهمال لسنوات طويلة ثم بيع في العام 1954 بمحتوياته لثلاثة اشخاص عبر مزاد علني بمبلغ قدره 160 الف جنيه مصر في عام 1993 تم تصنيف القصر رسميا كمعلم اثري وفي عام 2005 اشترط وزارة الاسكان المصرية من مالكي مقابل منحهم قطعة ارض بديلة بالقاهرة الجديدة بقيمة ساوي الثمن المقدر القصر وقتها وهو 125 مليون جنيه مصري اي ما يعادل 21.5 مليون دولار امريكي قصر البارون انبان وبرجه الذي يبرز وسط الصحراء وتصميمه الفريد باللون البن المحروق يقف متميزا عن سائر مباني المدينة عاكسا للمكان الرفيعة لمالكه يعتبر قصر البارون معلما اساسيا في المشهر العمراني لحي مصر الجديد كما يعد واحدا من ابرز المعالم في العاصمة المصرية فبناؤه الفريد والمبتكر عامل جذب لكل مرأة مساحة قصر البارون داخلية صغيرة نسبيا فيتألف من ثلاث طوابق طبق الارضي والاول وطابق سفلي تحت الارض ومصعد يربط جميع طوابق القصر بعضها وكان حينها لا يزال المصعد حديث لاستخدام الطبق الارض يضم صالة كبيرة وثلاث ورخ مايكل أنجلو وليوناردو دافينشي وفي كل ركن من أركان الغرفة عمود يحمل تمثالا هنديا من التماثيل الثمينة أما الغرفة الثالثة فخصوصة للعبة البليارد عن طريق السلة من الرخام والضربزين المزين بتماثيل هندية صغيرة دقيقة الصنع تصل إلى الطابق الأول الذي يتكون من صالة كبيرة وأربع غرف نوم واسعة أرضياتها من الباركي ولكل منها حمامه الخاص حمراء في تشكيلات لونية متناسقة ولكل غرفة شرفة خاصة محمولة على تماثيل الفيل الهندي وأرضيتها مغطاة بالفسيف ساء الملونة وبها مقاعد ملتوية تحيط بها التماثيل من كل جانب سطح قصر البارون هو البانوراما أشبه بمنتزه استخدمه البارون في بعض الحفلات التي كان يقيمها وكان السطح مكانه المفضل لتناول الشاي عند الغروب أما جدران السطح فعليها رسوم نباتية وحيوانية وكائنات خرافية ويصعد إليه بواسطة سلم مصنوع من خشب الورد الفخر خصص الطابق السفلي للمطابق وأماكن ركن السيارات وحجرات الخدم والمغاس الرخامية واتصل بقاعة المائدة عن طريق مصعد مصنوع من خشب الجوز على الجانب الأيسر للقصر برج كبير يتألف من أربع طوابق يربطها سلم حلزوني تم تزين جوانبه الخشبية وحول القصر حديقة فناء بها ظهور ونباتات استخدم في بناء القصر المرمر والرخام الإيطالي والزجاج البلجيك البلوري الذي يمكن من بداخل القصر أن يرى الخارج يضم القصر أيضا قوالب زخرفية مستوحاة من الأساطير الهندية والبوزين فعند المدخل يوجد تمثال من الخرسانة المسلحة المصبوب لمخلوق أسطوري يدعيالي الذي غالبا ما يتم نحته في أعمدة المعابر الهندوسية للحماية من الشر فيما انتشر العاج داخل القصر وخارجه وترتفع النوافذ المصنوعة على الطراز العربي وتنخفض مع تماثيل هندية وعلى شرفات أبوابه زخارف إغريقية دقيقة الصونية يضم القصر مجموعة من التماثيل والتحف النادرة المصنوعة بدقة من معادن نفيسة منها ما جلبه البارون من الهند مثل تماثيل بوزة والتنين الأسطوري ومنها أوروبا الطراز المصنوع من الرخام الأبيض وملامح يونانية ورومانية أما أكثر مقتنات القصر تفردا فيساعة مثبتة في أعلى المدفاء في القاعة اليسرى بالبهو الرئيسي بالطابق الأرضي وهي على شكل دائري وموضوعة في إطار مقسوم إلى نصفين نصف الأبيض يرمز إلى ساعات النهار بينما يرمز النصف الأسود إلى ساعات الليل ويساعة فريدة من نوعها كانت تصنع خصيصا لعلية القوم في أوروبا وأغلب الظن أنها مصنوعة في سويسرا أما سجاد القصر فمن الأرجح أنه كان مصنوعا في تركيا بينما تعتبر بعض التماثيل القصر أصلية تماما والبعض الآخر نسخة لتماثيل موجودة حتى الآن في متحف اللوفر في حدائق القصر توجد تماثيل الرخامية على اطراز الأوروبي من الأساطير اليونانية والرومانية بما في ذلك تمثال يصور النرجس للمهندس الفرنسي انطوان مارتين جارنو المميزات قصر البارون أن بانيه حرصة على أن لا تغيب الشمس عن أي جزء منه كما كان القصر من أوائل المباني في مصر تستخدم في بنائها الخرصانة المسلحة بالرغم من الإهمال الذي وقع عليه ظل قصر البارون مقصدا لبعض الأعمال الفنية فإلى جانب استخدامه كموقع للتصوير الفوتوغرافي استخدم للتصوير السينمائي وظهر القصر في العديد من الأفلام السينمائية المصرية والكليبات خاصة أفلام الأكشن والغموض وكان منها فيلم حب الوحيد انتاج ستين بطولة كمال الشناوي وعمر الشريف فيلم الهارب انتاج أربعة وسبعين بطولة شاريو وماريون فخر الدين وكمال الشناوي فيلم آسف على الإزعاج من انتاج الفين وتمانية بطولة أحمد حلمي ومينة شلبي فيلم قصر البارون أعلن عنه عام تلتاشر 2013 ولم يعرض فيلم حياة بهدلة من انتاج 2015 بطولة محمد سعد ونيكول سابا كما صور فيه الفنان محمد الحل واحدة كليباته كذلك فيلم منطقة محظورة من انتاج 2016 بطولة محمد فكري واسمين عمر وعادل عبد الرازم أما الشركات الأجنبية فأكثر المشاهد التي أرادت تصويرها داخل القصر مشاهد تتعلق بالرعب لأفلام تشبه أفلام دراكولا ومصاصي الدماء بسبب الإهمال الذي لحق بقصر بارون صار قصرا مهجورا وتحول إلى مسرح لشتى أنواع قصص الجن والعفارين والأرواح تروى وتتناقل بين جيران القصر الذين أطلقوا عليه لقب قصر الرعب كل القصص التي رؤيت حول سلسلة من الأحداث التي حصلت بالقصر حولت إلى أحداث غريبة وغامضة ليس هناك ما يثبتها ولعل أبرزها حادث وفاة شقيقة البارون هيلانة بعد سقوطها من شرفة غرفتها بالقصر وبدأت تنسج الرؤيات حول هذه الحادثة وتقول أن البارون لم يسارع لإنقاذ شقيقته واستمر بجولته في البرج دوار للاستمتاع بمشهر غروب الشمس لكن روح هيلانة الغاضبة من شقيقها عطلت دوران البرج وظل شبحها يظهر للبارون فيرعبه ويخيفه لكن الباحث المصري الدكتورة فيق جورج وصق لكل ما هو متعلق بالقصر والبارون وأكد في إحدى مقابلات الصحفية أن جميع وسائق نسب العائلة تنفي تماما وجود هذا الاسم هيلانة لم يكن في عائلة البرون شقيقة له تلوع هيلانة من الأساس وهناك سيدة ما ولكن ليست هيلانة وحتى الآن ليس لدي ما يثبت هذا الاسم هذا بالإضافة إلى أن البرج لا يدور كما يروب وينفي الباحث المصري الدكتور رفيق جورج الرواية التي تحكي كيف قضى القصر على سكانه واحدا تلو الأخ وأنه بعد شقيقة البرون وجدت زوجته مقتولة في المصعد الذي يصل بين المطبخ وعلى البرج وجدت رئيسة الخدم السيدة الدو موريه مقتولة في هذا المصعد وعقب ذلك وفاة ستة خانمات في حوادث غريبة ليس لها تفسير وبطرق مرعبة ويتساءل هل هناك محضر شرطة يثبت وقوع جرائم قتل في القصر في ذلك الوقت أعتقد لا لقد محست طويلا ولم أجد شيئا لعل الحديث الأشهر التي يتم تداونها على انطاق واسع هي اشتعال النيران في برج القصر في عام 1982 يقولوا الروايات أن الدخان المتصاعد من أعلى القصر ثم انطفأ الحريق من ثقاء نفسه ومن دون تدخل من أحد علما أن أصحاب تلك الرواية لم يصعدوا إلى البرج حينها ولم يتأكدوا إن كان الحريق بفعل فعل ومن أطفأ بالإضافة إلى ذلك روايات لبعض الجرائم القصر يقولون فيها إنهم يسمعون تراتيل برواة أجنبية تصدر في أيام معينة من شهر مارس هذه توفيت فيه ابنة البارون آن ولكن في عام 1997 اكتشفت السلطات المعنية المصرية أن مجموعة من الشباب يدخلون إلى القصر المهجور ويقيمون فيه حفلات صاخبة وقيل إنهم من عبدة الشيطان وانطال أمر بقضية جنائية شغلت الرأي العام المصري اعتبر البعض أن ذلك يفسر تلك الروايات الغريبة التي أحطت بالقصر فهذه المجموعة ليست الوحيدة التي استغلت القصر المهجور في عام 2017 بدأت شركة المقالل العرب بالتعاون مع وزارة الآثار في عمال ترميم القصر بعد أن تسلمت كافة المستندات والدراسات الخاصة بالمشروع من المكتب الاستشاري المكلف من وزارة الآثار بعمل الدراسات الخاصة بترميم وتطول القصر قدرت تكلفة المشروع 13 مليون جنيه مصري بتمويل حكومي وساهمت بلجيكا بمنحة بلغت 16 مليون جنيه مصري انتهت أعمال الترميم وتم افتتاح القصر رسميا في 29 يونيو من عام 2020 بحضور رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والأسر وأصبح قصر البارون معلما أثريا سياحيا وبات يضم القصر المرمم معرضا لتاريخ هليوبلس بما في ذلك تيرام قديم معروض في الحديقة بالإضافة إلى سيارتين من أربعينيات وخمسينات القرن ماضي يقع مدخل قصر البارون الرئيسي على الطريق المؤدي إلى مطار القاهرة فلا يدخل القاهرة أحد من مطار القاهرة أو من زائريها ولا يخرج منها أحد باتجاه المطار إلا وتقع عينه على قصر البارون باتجاه شارع الأوروبا في حي مصر الجديد يحيط به أربع شوارع من اتجاهاته الأربع هذه كانت قصة الشخص المشهور وقصره الشخص المشهور البارون إمبان وقصره الذي أثيرت حوله الحكايات الخاصة بالأساطير والجن وهو في الحقيقة تحفة فنية معمارية خلابة خلدت اسم منشئه البارون إمبان وخلدت حبه لمصر التي عاش فيها ودفن فيها برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة